السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بالنهاردة بازن الله نتعلم حيلة زكية جدا تستطيع من خلالها ان انت تثبت نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين على اي جهاز مدعوم او غير مدعوم وتحظى بنسخة ويندوز تريعة جدا خفيفة جدا بدون شريحة بدون بدون انتصال بالانترنت بدون حساب لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو لنهاية الخطوة الاولانية اللي هنعملها بازن الله ان احنا نفتح الصفحة بتاعنا ونيجي نكتب في خانة البحس هنا ويندوز حدواشر وبعد كده نختار الصفحة الاولانية هو صفحة ميكروسوفت نضغط على الموقع بتاع ميكروسوفت ونبدأ ننزل تحت عشان نحمى النسخة اصلية من الموقع هننتظر طبعا لحديث ما النسخة تبدأ تظهر معنا بعد كده نبدأ نختار النسخة وبعد كده نبدأ نضغط على تنزيل هننتظر وبعد كده يبدأ يقول لي اختار اللغة تبدأ تختار حضرتك اللغة اللي انت حابب تثبت بيها نسخة الويندوز عندك فانا هختار اللغة العربية وضغط على تأكيد وبعد كده يبدأ اضغط على تمام زي ما حدراك شايف كده تبدأ معايا النسخة في التحميل تبدأ حضرتك في تحميل النسخة طبعا انا هوقف الفيديو لحين الانتهاء من تحميل النسخة وارجع ليك مرة تانية زي ما حدراك شايف كده احنا كده حمانا النسخة الخطوة اللي بعد كده ان انا هفتح المتصفح بتاعي واجه في خانة البحث اكتب كلمة ده البرنامج اللي هنشتغل به نبدأ نضغط عليه وننتظر لحديث ما صفحة البرنامج تفتح نبدأ ناخد الخيار الاولاني هيفتح معايا انزل على داول لود وبعد كده اختار آآ اللي هو نوع النزام بتاعي انا اربعة وستين بيت لو حضرتك اتنين وتلاتين بيت هتختار اتنين وتلاتين بيت هبدأ اضغط على داول لود اربعة وستين بيت وانتظر لحين بدء عملية التحميل لحظات بسيطة زي ما حرك شايف كده بدأت عملية التحميل هبدأ اضغط على داول لود هنتظر طبعا لحين الانتهاء من تحميل البرنامج وهر لحضرتك ازاي هستباته على الجهاز بتاعي بعد الانتهاء من تحميل الملاف هيظر معايا بالصورة ديت هبدأ اضغط على عملية استطاب هبدأ اقول له نعم تمام؟ وابدأ اقول له موافق وبعد كده تنصيب والتالي والتالي لحد يتم عمل عملية اغلاق تمام؟ هقفل الصفحة خلاصة انا مش محتاجها هيبدأ يظهر عندي على سطح المكتب بالصورة ديت هبدأ اعمل له اغلاق انا مش هستخدمه دواتي لسه فاضل اخر حاجة هعملها الخطوة الاخيرة ان انا هفتح المتصفح بتاعي مرة تانية واجي في خانة البحث اللي فوق ديت هضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه ليك في سندوق الوصف الرابط ده هو فيه ملف اللي هنقوم به بتخفيف الويندوز ونخليه تخطى كل متطلبات شركة ميكروسوفت تمام كده هبدأ اضغط عليه هنتظر لحديث ما يفتح معايا الصفحة تمام؟ هو ده الملف بتاع تخفيف النسخة هبدأ اضغط على استهم المنسادل ده هنتظر لما تبدأ عملية التحميل زي ما احرك شايف كده بدأت هبدأ اضغط على داول لود هبدأ اقفل الموقع طبعا الملف صغير جدا يتحمل بمنتهى البساطة بعد ما حملت الملف جبته على سطح المكتب هبدأ افوق الضغط عنه كمان ابدأ افتح الفولدر اللي فيه الملف هو ده الملف اللي هيخلينا لما تخطى كل متطلبات ميكروسوفت هبدأ اخده قص قطه على سطح المكتب لصق تمام؟ هحزف بقى الملف ده او هركنه على جنب ده وقت مش محتاجه طيب ده كده خلاص انا مش محتاجه همسحه هبدأ افتح برنامج ايني بيرن هيبقى عندي اللي اسطوانة والملف اللي هو بتاع التخفيص تمام؟ هضغط على edit image file الخيار ده هبدأ احدد له نسخة الوندوز اللي انا حملتها طبعا النسخة انا سايبها على سطح المكتب هدرك هتحدد له المكان بتاعها تقول له سطح المكتب تقول له open زي ما حركش شايف كده الاسطوانة بدأت تظهر في البرنامج هضغط على التالي هنيجي هنا بقى نضيف الملف اللي هنخفف به النسخة ونخليها تتخطى كل متطلبات حساب ميكروسوفت شريحة الاتصال بالانترنت هنبدأ نضغط اد تمام طبعا انا الملف شايله على سطح المكتب هتبدأ حضرتك تحدد له سطح المكتب تمام كده هو ادي الملف هو موجود على سطح المكتب انا حددته له هضغط على كلمة اد تمام هتلاقي الملف اضاف في قلب الملفات بتاع نسخة الويندوز هبدأ اضغط على التالي تمام كده وتبدأ حضرتك تحدد المكان اللي النسخة هتتحفز فيه فانا طبعا مش هحفظها على سطح المكتب هحفظها في مكان تاني عشان يبقى فيه فرق ما بين النسختين تمام وفي نفس الوقت هكتب جنبيها كده كلمة عشان ابعرفهم من بعض كلمة مخففة اضغط على سطح واضغط على كريت ناو كمان هيبدأ حضرتك يجهز لك نسخة الويندوز بعد ما اضافنا ليها ملف التخفيف طبعا انا اوقف الفيديو لحين الانتهاء من هذا الموضوع عشان ما اطولش عليك الفيديو زي ما حضرتك شايف كده تم الانتهاء من حر النسخة بنجاح هبدأ اضغط على كمان ابدأ اروح بقى للمكان اللي انا حفظت فيه النسخة هي كنت طبعا انا حفظها في المستندات اروح على المستندات هتلاقي عندك النسخة زي ما حضرتك شايف كده واخد نفس الاسم اللي انا سميته وكاتب عليها مخففة هدى احطها على سطح المكتب هيبدأ هيكون عندي نسختين النسخة الاصلية اللي انا منزلها من موقع ميكروسوفت والنسخة اللي انا ضفت فيها ملف التخفيف لو انا ضغطت على النسخة زي ما حضرتك شايف كده الملف بتاع التخفيف تم اضافته داخل مجلدات النسخة طبعا المساحة بتاع النسختين تقريبا واحد ما فيش اي اختلاف لكن النسخة اثناء عملية التثبيت الملف ده بيبدأ يعمل تجاوز للمتطلبات اللي انا سبق ان انا ذكرتها ويبدأ يخفف من النسخة ويصراحها جدا. القطو لابد كده ان انت هتجيب فلاشة تحطها على دهاز الكمبيوتر وتبدأ تحرق النسخة دي على الفلاشة تابع معي. بعد موضع الفلاشة فقال بجهاز الكمبيوتر الخاص بيه هكون مجهز برنامج من افضل برامج النسخ هقول له نعم هنتظر لحديث من البرنامج يفتح معي عشان ابدأ اوري لحضورتك ازاي سبت النسخة. سامح ارك شايف كده البرنامج فتح معي. ارى الفلاشة بتاعتي على طول. انت دوقتي محتاج فلاشة حدود تمانية جيجا. انا الفلاشة بتاعت السبتاشر. ابدأ اضغط على اختيار. ابدأ تروح لسطح المكتب. عندك طبعا النسختين. النسخة الاصلية. والنسخة اللي احنا ضفنا فيها ملف التخفيف. هنحدد النسخة اللي فيها ملف التخفيف. نضغط على تفتح. الخطوة اللي بعد كده ان حضرك هتبدأ تختار نوع مخطط التأسيم بتاع الهارد ديسك بتاعك. طبعا انا مخطط التأسيم بتاع الهارد ديسك بتاعي جي بي تي. حضرتك لو كنت ام بي ار هتختار ام بي ار. طبعا انا شرحت الموضوع ده في اكتر من فيديو قبل كده. فانا طبعا خاطة التأسيم بتاعي جي بي تي. هختار جي بي تي. وابدى اضغط على بدء. تمام? هو هنا بيقول لي آآ قم بازالة متطلبات التي بي ام والستيكي ربوت. طبعا انا اصلا خلاص الملف ده هيعمل كل الحاجات دي. قم بازالة متطلبات حساب ميكروسوفت. اصلا برضو النسخة هتشيل حساب ميكروسوفت منطقة البساطة. هتعطي لها سيلة الخصوصية والتشفير التلقائي. هم ادري اللي اخليهم بس. وابدى اضغط على او ايه? هو بنبهني ان كل اللي على الفلاشة يتم مسحه. ابدأ اقول له موافق. تمام? هيبدأ يعمل عملية مسح. لكل اللي على الفلاشة. ويبدأ يثبت او آآ يحرق نسخة الويندوز على الفلاشة. اوقف الفيديو الحين اللي انتهى وارجع عليك مرة تانية عشان ما اطولش عليك الفيديو. وانتابع خطوات تثبيت النسخة على جهاز الكمبيوتر لحد ما نوصل لسطح المكتب بازن الله. زي ما كده شايف حضرتك آآ انتهينا من آآ تثبيت النسخة على الفلاشة وحرقها عليها. نبدأ نضغط على كلمة اغلاق. الخطوة اللي بعد كده ان انت تبدأ تعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر وتضغط على المفتاح المناسب لنوع جهازك. زي ما حضرتك شايف كده انا جايب لك اشهر الاجهزة. والمفتاح اللي تضغط آآ تضغط عليه عشان تدخل على شاشة البيوز عشان تبدأ عملية تثبيت نسخة الويندوز. طبعا انا دهوقتي هعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر ونتابع مع بعض عملية تثبيت النسخة المخففة. تابع معي الفيديو. بعد ما عملنا عملية رستارت. هنبدأ ندخل على اللي هي الشاشة بتاعي. زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لي هيتم تجهيز بعض الاشياء. هنتظر. كمان? لحد دي ما ندخل نحدد نوع اللي احنا نثبت عليه نسخة الويندوز. زي ما حضرك شايف مفيش اي تدخل منك خالص. الموضوع شغال بمنتهى السلاسة. انا انتظر. يقول لي رجاء الانتظار. هيبدأ يقول لي احدد الهارد او اللي انت تثبت عليه. هبدأ اعمله طبعا عشان امسح كل اللي كان موجود على البرتوشن ده. اضغط على تمام? وبعد كده اضغط على التالي. اضغط على التالي. وتابع عملية تثبيت النسخة. طبعا الجزء ده انا نسرعه. عشان ما طولش عليك وقت الفيديو. الموضوع بيتم بدون اي تدخل بشري منك. الملف بتاع التخفيف بيثبت النسخة بدون ما تدخل لحديث ما توصل لسطح المكتب زي محرك شايف كده. هتلاقي ان عملية التثبيت بتتم بسلاسة بدون تدخل منك نهائي. اه ما فيش اي تدخل هو الملف شغال عمال يخفف النسخة. ويثبتها. تمام? بدون اي تدخل منك. بدون اتصال بالانترنت. بدون حساب ميكروسوفت. اه بدون ما يطلب منك ان انت يكون عندك شريحة او آآ بوت. طبعا الملف في الوضع ده شغال عشان يبدأ يعمل عملية تخفيف لنسخة الويندوز. زي محرك شايف كده الملف شغال. يبدأ يخفاف لنا النسخة. يبدأ يمسح تطبيقات اللي هي التطبيقات اللي ميكروسوفت بتفرضها عليك وتكبرها ان انت تستعملها. هيبدأ الملف يدخلنا على سطح المكتب بتاع نسخة الويندوز. زي محرك شايف كده. احنا كده وصلنا لسطح المكتب. لو ضغط على قيمة آآ هتلاقي قيمة نظيفة ما فيش فيه التطبيقات اللي بتفرض علي. الا التطبيقات الاساسية اللي هو المتجر بتاع ميكروسوفت وبعض من التطبيقات الاساسية واللي هو طبعا متصفح لو آآ رحت كده عشان اتأكد من النسخة هكتب آآ ويندوز كمان? وهشوف دوقتي نوع النسخة زي ما حضرتك شايف كده. نوع النسخة اللي احنا ثبتناها هي نسخة آآ ويندوز حداشر آآ اربعة وعشرين اتش تو. احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة عشان